اذا قررت البحث في تاريخ مواجهات مصر وموريتانيا ستدرك ان المنتخبين لم يلتقي الا في الالفية الجديدة مواجهتان في تصفيات امم افريقيا ومباراو الدية التقى الفريقان في ثلاث مناسبات المباراة الاولى كانت في اطار تصفيات امم افريقيا 2008 والتي اقيمت في غانا انتهت المباراة الاولى في مارس 2007 بثلاثية نظيفة للفراعنة وفي المباراة الثانية في اطار التصفيات والتي اقيمت في يونيو 2007 على وقع التعادل الايجابي بهدف لكل فريق اما المباراة الثالثة فكانت في عام 2012 وحملت صفة الودية وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية وستكون المواجهة الرابعة بين المنتخبين في اطار تصفيات امم افريقيا 2025 والتي تقام بالمغرب مواجهة مصر مع موريتانيا يمكن اعتبارها فألا حسنا اللقاءان اللذان جمع المنتخبين في تصفيات امم افريقيا 2008 في غانا توجى الفراعنة بعدها باللقب الجماهير المصرية تنتظر تتويجا جديدا للمنتخب الاول تحت قيادة العميد ارتفع سقف الطموحات بعدما نجح الجيل الحالي للفراعنة في التأهل لكأس العالم كما نجح الجيل الحالي في التأهل لنهاء امم افريقيا مرتين لكن التوفيق غاب عن المنتخب في اللحظات الاخيرة ويحقاق للحق فان المنتخب يسير بخطوات ثابتة في التصفيات حقق الفوز في الجولتين الاولى والثانية والكفة تميل للفراعنة في مواجهة موريتانيا وهي في تاريخ لقاءات المنتخبين المواجهة الرابعة